موسيقى صوفيا كافليفيسكا ولدت صوفيا كافليفيسكا عام 1850 لعائلة روسية من النبلاء المتوسطين وقد رهرعت في أجواء مرفهة نوعا ما إلا أنها لم تعيش رفولة سعيدة كانت مهملتان من قبل عائلتها لكونها الدفلة المتوسطة بين أختها الجميلة الكبرى وأخيها الأصغر الوريد كما أنها عاشت موظم طفولتها تحت رعاية مربية كانت تحاول أن تجعلها تتصرف كسيدة مجتمع وقامت بتربيتها تربية صارمة مما خلق بها طبوة العصبية والقلق بدأ اهتمامها بعلم الرياضيات في عمر صغير حيث أنها بدأت تعليمها عن طريق قراءة ملاحظات عن التحليل مثل الانشقاقات والتكاملات ثم تعليقها في غرفتها وذلك بسبب نقص في وجود أوراق الجدران وكان ذلك في عمر الحدية عشر كما تقول صوفيا أن لعمها فضل كبير في حث فضولها على تعلم الرياضيات حيث كان يقوم بإجراء محادثات معها عن العديد من التجريدات والمفاهيم الرياضية عندما بلغت الرابعة عشر من العمر تعلمت بنفسها الهندسة المثلثية وذلك لتتمكن من فهم القسم البصريات في كتاب تطالعه عن الفيزياء من تأليف جارها لبروفيسور ديرتوف الذي ذهل بإمكاناتها وقام بإقناع والديها بالسماح لها بالذهب إلى مدرسة في سانت بيتروسبورغ لتقوم بإكمال دراستها كانت صوفيا مصرة على إكمال دراستها الجامعية بعد انتهائها من دراسة المرحلة الثانوية إلا أن أقرب الجامعات التي كانت تسمح للنساء بالحضور كانت في سويسرا وحيث أنها كانت يافعة وغير متزوجة فكان من غير المسموح لها بالسفر وحدها ولحل هذه المشكلة قامت صوفيا بالزواج من فلاديمير كافاليفيسكي الذي اشتهر لاحقا بأعماله التي قام بإنشازها مع شارلز داروين في الشهر التاسع من عام 1868 مكث الزوجان في سانت بيتروسبورغ لبضعة الشهور ثم قام بالسفر إلى هايدلبرغ حيث حازت صوفيا على بعض الشهرة بسبب دهشة الناس هناك بقدرات الطالبة الروسية الهادئة قررت صوفيا عام 1870 متابعة دراستها في جامعة بيرلين تحت إشرافي كارل ويرستراس والذي كان يعتبر من أهم الرياضيين في وقته وفي ذلك الوقت لم ينظر إلى صوفيا نظرة جدية لكن بعد أن قام بإسناد بضعة مسائل رياضية لها لتقوم بحلها أدرك أنه قد قابل شخصية عبقرية فقام فورا بالعمل كمدرس خصوصي لها لأن جامعة بيرلين كانت لا تزال تسمح للمساء بالحضور درست صوفيا تحت إشرافي ويرستراس لأربعة سنوات وعن دراستها معه قالت صوفيا كانت لهذه الدراسات أعمق تأثير على مسيرة الكاملة في الرياضيات حيث قررت بحتمية الاتجاه الذي كنت أرغب أن أمشي به لبقية مسيرة العلمية كما يمكن إيجاد روح ويرستراس في كل أعمال في نهاية الأعوام الأربعة التي درست بها صوفيا تحت إشراف ويرستراس قامت بتحضير ثلاث أعمال متأملة للحصول على شهادة في الرياضيات الأولى منها كانت عن نظرية اشتقاق المعادلات الجزئية والذي تم نشره في صحيفة كريل كان يعتبر شرف كبير للرياضي مغمور في عام 1874 حصلت صوفيا على الدكتوران من جامعة جودينغين إلا أنها رغم الشهادة المتميزة ومساعدة ويرستراس لم تتمكن من إيجاد عمل فقررت العودة مع زوجها إلى عائلتها وبعد عودتها بفترة قصيرة توفي أباها وفاة غير متوقعة في تلك الفترة قامت صوفيا بإنجاب فتاة وخلال مقوثها في المنزل قامت بإهمال أعمالها الرياضية وقامت بسقل قدراتها الأدبية فقامت بكتابة القصص القصيرة ومن ثم كتابة مقالة علمية عام 1880 عادت صوفيا إلى العمل في مجال الرياضيات بحماسة متجددة فقامت بتقديم عمل عن تكاملات أبل وذلك خلال مؤتمر علمي وقد حظ هذا العمل على التقدير مع ذلك عادت صوفيا إلى مواجهة مشكلة عدم الغثور على وظيفة تسمح لها بممارسة الرياضيات فقررت العودة إلى برلين مع زوجها الذي قام بالانتحار بسبب انهيار أعماله فدفعها حزنها إلى المنغيماس في أعمالها أكثر من أي وقت مضى تحسن حظ صوفيا عام 1883 عندما تمت دعوتها لتحاضر في جامعة ستوك هولم في السويد حيث أطلقت على نفسها اسم صونيا كان العمل بالبداية مؤقتا إلا أنه مع انتهاء المدى المتفق عليها كانت صوفيا قد أثبتت قيمتها وأهميتها في الجامعة وبعدها تلتها سلسلة من الإجازات الرائعة فحصلت على منصب دائم في الجامعة كما قامت بكتابة مسرحية مع صديقتها عام 1887 تلقت صوفيا خبر وفاة أختها والذي كانت قاسيا عليها بسبب علاقتها المتينة مع أختها بعدها بفترة شاركت صوفيا في مسابقة لجائزة برودين لعملها عن حركة الأجسام الصلبة حول نقطة ثابتة وفازت قبل هذا العمل كانت الطريقة الوحيدة لدراسة حركة الأجسام الصلبة حول نقطة ثابتة هي في حال كان الجسم الصلب متناظر فقامت في هذا العمل بتطوير نظرية عن حركة الجسم غير المتناظر في حال كان مركز كتلته ليس في محور الجسم وبسبب أهمية وبراعة العمل تم رفع المبلغ الذي يتم إعطاؤه للفائز بهذه الجائزة في هذا الوقت وقعت صوفيا في غيران مكسيم كفاليفيسكي وكانت علاقتهما صعبة جدا حيث كانا كلاهما محبا لعمله ويصعب عليه تركه من أجل الآخر حاول مكسيم تفعها إلى ترك عملها لتكون معهم ونتاج هذه الخلافات والعلاقة عاد الاكتئاب إلى صوفيا فعادت إلى الكتابة وقامت بالانتهاء من كتابة مذكرات طفولتها في خريف عام 1889 عادت صوفيا أو سونيا بالأحرى إلى ستوك هولم حيث بقيت مريضة بالاكتئاب ومن ثم ذات الرئى لتتوفى في العاشر من فبراير شباط عام 1891 يحزن العالم العلمي لوفاتها نشرت صوفيا خلال عملها عشرة أعمال في الرياضيات والرياضيات الفيزيائية إضافة إلى بعض الأعمال الأدبية العديد من هذه الأعمال العلمية كانت نظريات متطورة جدا وشكلت نواة للاكتشافات الرياضية المستقبلية لا شك أن صوفيا كباليفيسكيا كانت شخصية رائعة حيث صرح رئيس كليات العلوم في فرنسا التي قامت بمنحها جائزة بروتين أن زملائه قد وجدوا أعمال صوفيا ليست فقط مجرد أعمال ناتجة عن العلم الواسع والقوي إنما عن عقل عبقري ومخترع ومفكرا أيضا